والله يا كاتب أنا ردت لولد ما ردت راتب ما ردت مال لديكم ضخر مال إلي ما ردت مال يعاني إنت عام ثامن يمر ولم تسمع إحداهن معايدة أو ترى وجه عزيز مغيب أمهات وأخوات وزوجات وبنات مغيبية الصقلوية في محافظة الأنبار يعددنا 16 عيدا من ألم الفراق وحسرة الفقد اليوم أول يوم العيد أولاد يقبلون هم غفلاتهم يقوبون عنهم ساعة اليوم 16 عيد ماكوا مو مظلومين أولادنا ومظلومين أبريام كل شي ما عندهم يقبلون ساعة واحدة أبريام ولدهم ويمهم ومشنون ينامون ومشنون يغمضون دحجوا على الأمهات يوم أسوأ من يوم إن يجي لساد بابي لا أطلع على هذا ولا أطلع على هذا غير دمعت بعيني ولا يجروحي اليوم ثمان سنين اليوم 16 عيد ما مر علي يعيد المحنة النفسية التي يمر بها ذو مغيبي الصقلاوية أكبر من أن يحتويها الصبر ففي كل يوم يمر على هؤلاء يزيد من معاناتهم حتى قضل بعض نحبه بسبب ألم الفراق يعني كثير من الزوجات توفن من قد مهنة مقهورات وشون عايش أولادي بقى الجهال لا أب ولا أم بسبب اللي راح وانه راح ذويشها ما تدري بي وين فهذه حال يعني يعني حال المغيبين مو بس احنا هذه العائلة المنطقة كلتها مغيبة ومن ناحية المعيشة يعاني ذو المغيبين ظروفا معيشية قاسية إذ إن غياب المعيل شهرا واحدا يؤثر على لقمة عيشهم فكيف بمن هم على هذا الحال منذ ثماني سنوات أو تزيد احنا هالي السقراوية تدمرني أنا قاعد لبيت تعبان أنا في جهالي ما أدري باي أي يوم يقفوا قاعد يستقف يستقفونها لأله يهدون زلمنا ويهدون أولادنا مرة هالي زلمت انهنت انهنت وماذا العمر اليسوي مصيبة هؤلاء أنهم يعيشون في وطن تستبيحه ميليشيات ارتكبت جرائم تصفية طائفية لم تعد تخفى على أحد ولم يعد زعماؤها ينكرون جرائم التغييب القسري ولا أدل على ذلك من التصريحات الأخيرة لزعيم ميليشيا العصاب قيس الخزعلي التي تضمنت اعترافات ضمنية بوجود مغيبين وخصوصا في مناطق الصغلاوية وبزيبز